السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستقبل ما بدأناه معادل برنولي طبعا برنولي استضاع عام 1738 إثبات أن الضغط يتناسب عكسيا مع سرعة السائل استضاع أن يثبت أن الضغط يتناسب عكسيا مع سرعة السائل للسريان الإنسيابي لأنه برضو زي معادل السمرين مطبقة في السريان الإنسيابي هو ده برضو مطبق في السريان الإنسيابي المنتزم وده طبعا المعادلة نسبة إلى أول من صغها ودورها وهو دانيل برنولي زي ما قلنا زي ما أكتوب عنديكم 1838 وهذه المعادلة بصراحة شديدة لا تعد اكتشافا جديدا لأن هي سيغة لحفظ الطاقة هي عبارة عن سيغة من سيغ حفظ الطاقة وضحها في معادلة هذه المعادلة يعني هذه السيغة الجديدة بتجعلها مفيدة لحل مسائل المواعق المتحركة طبعا هنا لو فرضنا للشكل اللي جدامك هو السريان المنتزم بنجد أنه طبقا لمعادلة السريان المنتزم أو معادلة الاستمرارية الـ A1 بساوي A1 V1 هي بساوي A2 V2 في الشكل ده يمثل أنبو بينساف فيه سائل إنسيابا مثاليا يعني منتزما مستمرا لو خدنا فترة زمنية مقدرها دلتا T عايزين نحسب حجم السائل دلتا V اللي بيدخل الأنبوبة من طرف الأيسر ويخرج من طرف الآخر نفس الحج لأنه نحن فرضنا أنه عشان يبقى إنسياب سائل إنسياب منتزم إنسياب مستقر إنسياب طبقي لابد أن تكون كمية السائل اللي بتدخل من حجم من طرف الأنبوبة الأيمن مثلا تساوي نفس الكمية اللي بتأخذ من الطرف الأيسر هذه المعادلة هناك ثلاث قوة تؤثر على كل مقطع وهي أولا تغطي الحرك نصف M V تربية دايما ناخد نخلي بالنم أنا عندينا مقطعين هنا المقطع الأولاني هو الـ 0.1 والمقطع الثاني 0.2 ثلاث قوة بتؤثر على كل مقطع أولا تغطي حكا نصف M هكتبها هي نصف M V تربية ماشي الشغل المبزول لدفع السائل داخل الأنبوبة والشغل يسوي قوة في مين؟ في مسافة زي ما خدناها بكده دا الورك إيه ثاني الطاقة الكامنة أو طاقة الوضع ليبقى لأن اختلاف ارتفاع مقطعي الأنبوبة عن سطح الأرض لو بصينا عن الـ 0.1 أهو قد ارتفاع الأنبوبة عن سطح الأرض أقل اللي هو Y1 أقل من Y2 عشان هناك اختلاف في ارتفاع مقطعي الأنبوبة عن سطح الأرض بنجد أني لابد أن يكون هناك في طاقة كامنة والطاقة الكامنة ما هي إلا شغل برضو شغل وشغل قوة في مسافة زي ما قلنا طب القوة هنا ايه؟ قوة الجاذبية M G X يبديل طاقة الوضع برمزة بالرمز U أو رمز أو بي طبعا دي 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 القوة الثلاثة المهمة هنعتبر أن معالي برنوني علاقة لحفظ الطاقة خلال حجم ثابت من السائل هنكتبها كالآتي أهو لو أنا أسأل نفسي إزاي المعادة لدي جات من قانون حفظ الطاقة نسأل أنفسنا أنا عندي بي وان أهل المعادة بتقولي بي وان زائد نصف رو في وان تربيع زائد رو في جي في واي وان بيساو بي تو اللي هو الضغط عند البوين تو زائد نصف رو بي تو سكوير زائد رو جي واي تو ازاي جات جات كالآتي ادي الشغل هنعتبر أن الشغل مثلا الموجود عند الطرف وان شغل شغل موجود عبارة عن قوة في مين قوة في مسافة اهي اف وان في اكس بلس ضغط الحلقة نصف ام في وان سكوير زائد ضغط الوضع عبارة عن ام جي في مين ام جي في الاتفاع ام جي في الاكس او ارتفاع واي وان تمام ازاي المعادلة دية اللي انا كتبتها تتحول الى المعادلة دي كيف الكلام ده اه نكسم على الاتي ممكن نكسم على الحج نكسم على الحج اف وان نفضح كده على اليمين كده اف وان اكس على الحجم في الفي بيساوي ايه بيساوي يبقى ممكن نكتبه كده اف في اكس على الايه في الاكس لأن الحجم بيساوي مساحة في طول يبقى ايه في الاكس يبقى ده مع ده يبقى فاضي الاف على ايه بس والايه والاف على الايه اهو انا سامع بعض بعض الناس بتقول اه الاف على الايه ما هي الضغط قوة على مساحة يبقى دي الضغط لان ده اف وان اف وان تمام على ايه طب التانية ايه بخلاص احنا عرفنا ازاي الشغل الشغل اللي هو قوة في مسافة ازاي احنا لما نكسمه على الحجم اديني بي وان نفس الكلام احنا لو جسمنا ناخدنا نص ام في وان سكوير على الحجم تديني ايه ام على في ها ام على في ايه تديني خدناها تديني رو يبقى نص رو في وان سكوير اللي هي دي اهي اهي طب الرو في الجي والان نفس الكلام ام جي واي اهي ام جي واي وان على في ده رو يبقى رو جي واي اهي ونفس الكلام بالنسبة للجزء التاني يبقى اذا معادلة برنول هي ما هي الا صورة من صور حفظ الطاقة لكن هو طبعا عدلها عملها موديفكيشن عشان تبه صيغة مفيدة لحل بعد مسائل المواقع وده يعني ان مجموعة الضغط والطاقة الحركية لوحدة الحجم والطاقة الكامنة لوحدة الحجم هو كمية سابتة لان احنا جسبنا الحج مدام لوحدة الحجم مدام عنا ذلك احنا جسبنا الحج وذلك هو كمية سابت امتى عند جميع النقاط على طول المسار ذات السريان الانسيابي الحالة الخاصة للمعادلة البرنولي عندما يكون السائل ساكن يعني الفي وان لان احنا اخد كذا حالة خاصة لما يكون الانبوبة على مستوى افقي يعني الواي وان بيساوي الواي تو لما يكون السائل ساكن في وان بيساوي الفي تو بيساوي زيرو اهي في هذه الحالة احنا عندنا مثال مثلا لما تكون المعادلة يبقى مدام الفي وان بيساوي الفي تو يبقى نصره في وان سكويري موجودة في الضرف الايمن هتروح مع النصره في تو سكويري موجودة في الضرف الايسر يبقى الفاضل معنا بس الفي وان مينس الفي تو بيساوي روجه في الواي تو مينس واي وان لو خدنا مثال المسال بيقول نفس المسال اللي خدنا المرة الفاتح ان في وان بيساوي واحد وتمانية من عاشرة متر والفي تو حسبناها في المسال اللي قبل كده في تو بيساوي تلاتة ونصف متر والضغط عند بي وان بيساوي واحد وخمسين كيلو باسكال عايزين الضغط بي تو طبعا هنا الرو وان بيساوي الرو تو والواي وان بيساوي الواي تو لان الانبوبة افقية لو بصينا على شكل ده بنجد ان الانبوبة افقية وبالواي وان بيساوي الواي تو والسائل واحد. السائل واحد يبقى الرو ون بيستورو تو. هنا فإن في هذه حالة طاقة الوضع لوحدة الحجم مساوية متساوية اطرافين الانبوبة ومعادلة بلون تزبح في هذه الصورة. لأن مدام الواي ون بيستورو الواي تو يبقى طاقة الوضع واحد. الطاقة الوضع في الطرف الايمن هي نفسها طاقة الوضع في الطرف الايسر يبقى يروح مع بعض. يبقى المعادلة حيوبى شكلها كالآت. هاي. ما فهاش طاقة وضع بعد انهما حيتلاشه مع بعد. يبقى بي وان بيزاق زائد نصره بي وان سكوير بيزاق بي تو زائد نصره بي تو سكوير. في هذه الحالة بي تو بتساوي لما هنعود عن البي وان ونعود عن البي وان والبي تو وكسافة السائل اللي هو المية الف كيلو جرام لكل متر مكعب. نجد ان في هذه الحالة اربعة بوينت سبن في عشرة سربعة باسكال اللي هو الضغط بي تو عند البوينت تو. طبعا الحالة دي برضو حالة خاصة عندما يكون السائل ساكن. المسال البي وان ماينس بي تو بساوي روجي في واي تو ماينس واي وان. الفي تو الفي وان خدناها وان بوينت ايت والفي تو سري بوينت فايف والبي وان حدو خمسين كيلو باسكال. احسب قيمة البي تو وحسبنا بما انه رو وان بساوي رو تو والبي وي واي وان بساوي. فان ضاقة الوضع واحدة حجوم السعود اطرف والمعادلة بتزبح في هذه الصورة. هناخد مسال تاني. المسال لخزان ماء قدره الداخل وان بوينت فايف ميتر. طبعا احنا كررنا المسال السابق عشان انت برضو تحاول تحله كده. بينك وبين نفسك المسال قدامك خلاص احنا حلنا مع بعض. انت تحاول مرة تاني تفكر ازاي تحله وحدك بدون مساعدة اي طرف اخر. خزان مية. الخزان ده قدره الداخلي وان بوينت هاتف الفتح. الحل. اهد المعادلة بتاعتي معادلة برنولي. بي وان زياد نصرو بي وان سكوير زياد رو جي واي وان بساوي بي تو زياد نصرو بي تو سكوير زياد رو جي واي وان بساوي كونستاند. تمام? الدغط على الموضعين واحد واثنين هو واحد. يعني بي وان بيساوي كام? بي تو. والكسافة واحدة وبالتالي معادلة برنولي حتوب بالشكل ده لان بي وان حيروح مع البيتو والكسافة واحدة يبقى كله في الآخر خالص جي واي وان بيسوي الكلام ده ان شاء الله نكمل المرة القادمة التطبيقات على معادلة برنولي